الأسلحة الكيموية التي استخدمها النظام في واقع الحال هي تحوي عدة غازات مختلفة سنحاول أن نبين بعض هذه الغازات التي استخدمت من خلال شرح ولو تفصيلي أو مبسط بالأحرى لكي تتبين ونستجلي أسطورة بشكل أوضح المعارضة فقط تعتبر ذلك هو الأخطر استمرار ذلك كان بفضل كما تقول المعارضة استمرار استخدام المطارات العسكرية التي يمتلكها النظام أسهم في استخدام مثل هذه الغازات أبرز الغازات السامة التي يلجأ إليها النظام السوري هي غاز السارين والزمان والتابون إلى جانب غاز الأعصاب وأيضا غاز الكلور كذلك وهو من الغازات السامة والتي استخدمت بكثرة طبعا من قبل النظام ضد المدنيين ضد الأطفال ضد النساء فيما يخص المطارات التي يستخدمها النظام في شن الهجمات يبلغ عددها 26 مطارا عسكريا موزعة في أنحاء سوريا لكن الدور الأبرز في ذلك مرتبط بعدة مطارات في الجنوب وفي الشمال أما أبرزها سنبدأ بمطار الضمير العسكري وطبعا هذا المطار اكتسب أهميته لأنه يضم القيادة الموحدة للمنطقة الجنوب وأيضا قيادة اللواء الجوي 30 واللواء الجوي 55 ويعتبر هذا المطار نقطة انطلاق للغارات الجوية التي استخدم فيها النظام غازة الكلور والسارين ثم مطار طبعا قريب من دمشق هذا المطار المسمى مطار طبعا بليه هو مطار فيه قيادة القوات 64 انطلقت منه في واقع الحال مروحيات كانت تقوم بهجمات كيماوية عبر البراميل المحملة بغاز السارين وغاز الكلور أما مطار المزي الذي يضم مركز البحث العلمي لتصنيع الغازات وأكثر من مرة طبعا أوردناه في نشراتنا الإخبارية تحديدا يستخدم فيه غاز السارين أما في الشمال لو ذهبنا قليلا إلى الشمال السوري يأتي على رأس قائمة أهم المطارات التابعة للنظام مطار حماء والذي يضم قيادة اللواء الجوي 48 مطار الشعيرات والآخر يعتبر من أبرز مطارات النظام شمال سوريا ويضم مقر قيادة الفرقة الجوية 22 ومركز قيادة الدفاع الجوي 26 هذا المطار تم تحميل غازات سامة منه على طائرات سخوي 22 والتي قصف بها النظام بلدة خان شيخون في إبريل الماضي وآخر هذه المطارات هو مطار حميميم هذا المطار بحسب ناشطين تنطلق منه أيضا مروحيات محملة بغاز لكلور وذلك جراء وجود مصنع لتصنيع البراميل المتفجرة على مقربة من فقط طبعا أذكر بأنه مطار الشعيرات اللي كان قد تعرض طبعا لقصف من قبل الطائرات الحربية الأمريكية